اذا بنحب فيكم مجدداً لكل مشاهدين بفقراتنا المتنوعة والآن وصلنا لحديث عن فن غير منتشر بشكل كبير بفلسطين منحكي اليوم عن رقص البلي اليوم بسعدنا نسلط الضوء على تجربة شخصية لمدربة وراقصة أيضاً بلي وبدت هذا العمل وهذا الاهتمام من طفولتها وانتهت أيضاً بتأسيس مدرسة بفلسطين للبلي بسعدنا نرحب مع بعض من داخل الصوديو بشرية زيادة يسعد صباحك أهلاً يعني مبسطين كتير انك معنا اليوم وانا مبسوطة اني معكم طيب بداية نشرين قبل ما نحكي عن كيف انتهى هذا المثار وبدأت خطوة جديدة ونوعية نبدأ نحكي معك انت عنك يعني انت مهتمة من انت والصغيرة من الصغيرة بهذا المجال تحكي لنا كيف بدايتي وين كمان انا بلشت وانا صغيرة في البلاء يعني كنت في المدرسة اهلي يعني بلشوا معي وكملت بعدين قطع عنا على المدرسة كانوا يعجبوننا معلمات من بره انه نتعلم بلاء فانا بحب اتحرك وهيك وبحب الرأس فعجبني يعني وعجبني كيف انه النظام فيه وكل شيء رولز وهيك فكان حلو بالنسبة لي ولما قطع عنا صرت بدي اكمل فتعرفت على معلمة كانت تعطي لبنات صغير وكملت معحلة الجامعة يعني قلت اكمل وبعدها بديت انا يعني انه بحب انا اللي صغير اصلا وبحب البلاء فاتنين مع بعض تقريبا ادي كان عمرك اول ما بديت تاختي للحصص اول ما بديت يعني كنت كتير صغيرة يمكن خمسة يعني اول ما بديت بلشت مدرسة عشان دايما بيقولوا يعني انه بفرق كتير اذا الواحد بلش من هو صغير بصيد الاتقان اكتر لا هو الجسم بيكون اصلا لسه صغير وعم بيتطور وعم بيتطور اكتر فكتير كتير اسهل انه يبدل وهو صغير في البلاء لانه بتغير كل عضلات شكل الجسم مش كيف الانسان الطبيعي بتغير شكل كيف بدي يصير يمشي بلاء يعني عالم تاني بيصير اهلك تعموك في مرحلة اكيد من المراحل خاصة يعني فيش مدرسة كان بفلسطين انتي كنت تاخدي حصص لحالك طبعا كتير يعني اهلي انا كل شي منهم يعني هنا كانوا يودوني يعني انا ما كنت اعرف شو البلاء يعني اثر انه ما كانش مدرسة خاصة بفلسطين تعلم هذا الاشي اه كتير اتغلبت يعني انا كنت اتدرب لحالي معظم الوقت يعني انا احط يوتيوب واقعد انا بدي اطور حالي انه انقطعت عنه فترة فكانت صعب يعني ما في مدارس بلاء وكان نفسي يعني بعد التوجيه اكمل باي جامعة انه هون ما بدي اطلع برا بدي اكمل هون فما ما ضبطش لو لاني اني لقيت معلمة اصرت اخد دروس خاص حشان اكمل طب يمكن احنا الناس اللي بعد عن هذا الهذا الرقص او الفن منعتبر انه حركات وهو عمليا لياقة في الجسم وبتتطور انتي اش بتحكي لنا عن البلاء انا كتير يعني زي ما بديت تحكي انه ما في مدرسة للبلاء فان هذا اشي كتير اهرني يعني لانه برأيي انا انه البلاء كتير رقص راقي فان المفروض يكون في اي مجتمع لانه بيعبر عن سلام هو بس سلام يعني فطول ما بيكون في اي مجتمع بيكون مجتمع متحدر وراقي كتير حلو يبدأ نعطيهم للولاد الصغار والبنات الصغار يبدوا يتعلموا يوسعوا افكارهم اكتر يعرفوا شو يوصلوا للمجتمع رسالة عن طريق الرئيس بس مش اي نوع رأس رأس البلاء هو فن كتير كتير راقي واصلا الموسيقى لتسمعيها كلاسيكل فيه هو بتفرع لأكتر من اشي بس بيبدأ كلاسيكل فبتسمعيه اصلا بتفوت في عالم تاني فما بالك انه ولد صغير او بنت صغيرة تبدأ تتعلم انه صغيرة على هذا الموضوع فكتير بتغير بتوسع افاق تفكيرهم يعني بصيروا يفكروا في طريقة ايجابية اكتر اذا هو مش بس رياضة هو كمان سلام شخصي مع الشخص وروحه وجسده هو رأس بشكل عام انك تكون متفقه بينك وبين حالك يعني فطول ما انتي ملاقيك سلام بينك وبين نفسك تعرف توصي سلام للعالم كله شنين قررتي واصريتي معينك درستي في مرحلة الجامعة شيء مختلف بعيد عن هذا المجال بس واضح ان الحلم هذا ظل طول وقت بتراود معاك وقررتي انه تأسسي لمدرسة للبلي تحكي لنا عن هذا القرار وعن بداية المدرسة انا درست بزنس قلتلك لانه ما كان في اي اشي فان قدر اكمل فيه بس كملت انا بجانب الجامعة وانا بالجامعة بلشت مع بنات صغار اعلم هيك يعني كمني يعني انا بلش مع بنات العيلة بعدين الاصحاب وهيك وكنت كنت مبلشة في ساحة هيك صغيرة يعني شمهيقة بالمرة للرأس وبلشت اعطيهم هيك صورت اشوف انه الكتير البنات حابين الموضوع عم بيجوا اكتر وفقلت انه لازم الاقي محل يعني انه يقدر يستحمله يقدر يرقصه لانه هن حابين يعني شفتهم انه كتير مبسوطين وعم بحط اغاني وبرقصه بيجوا بيغير وجو يعني بيكون يعني نيو اكتيفيتي حتى الاهل بيجوا عندي بيحكولي انه كتير بدنا نكمل يعني بدنا بناتنا يكملوا فوقتها هن الاهل البنات كتير شجعوني انه اكمل واهلي بنفس الوقت شافوني انه انا كتير حابة الموضوع هيك فبلشنا نفتش على محل يعني انه اقدر اعتفي وانا كنت حابة في رمالله يعني في رمالله القديمة بالذات لان انا من رمالله وحابة اشي يطلع من رمالله يعني فبلشت في هالمدرسة وهي عملية موجودة بالبلد القديمة هي بالبلد القديمة في يعني عمارة قديمة هي مدرسة قديمة اصلا هذا واضح نكاين شرطي يعني انا يعني كان نفسي فبلشت فيها هيك عروف بتشوفي كل المنطقة يعني متحد خلينا نشوف كمان مجموعة من الصور يمكن لاطفال اللي بيدربوا واكيد يعني بدي اذكر انه هاي صور احنا التقطناها من الموقع الخاص بالمدرسة فهي اما لوكالات مختلفة منها وكالة زمن وايضا للمصور فادي العروري فعمليا احنا مشوف صور متنوعة لاطفال اللي عم بالمدرسة هذا بعرض هذا بعرض عمليا لانه صار في مدرسة وصار فيه اشياء يعني منظمة اكتر فعمليا فيه مستويات بتختاروهم وفيه اكتر من مدربة تحكينا تفاصيل اكتر عن المدرسة طبعا هو كل فترة بيجي مدربة جديدة بكون في مدربات بيجوا فالنتير بتبرعوا من باقي من استونيا هو اكتر فيه هلا احنا عم نشتغل عم مشروع نطور البنات جسمهم كيف يقدروا يتعرفوا عجسمهم من خلال الرقص فمنبدأ منبدأ للصغار بيسيكس بياخدوا باليه هلا اي بنت يعني شرط المدرسة اي بنت او اي ولد بحب يفوت عالمدرسة لازم ياخدوا باليه باليه هو بيسيكس كل الرئيس منبدأ فيه منبدأ نعطي باليه بعدين من البالي بتفرعوا اش بدهم فيه باليه معاصر فيه اصلا رأس معاصر فيه اكتر منه رأس يعني بقدر هون ينقوا اش بدهم هلا احنا عم نشتغل في عنا عرض جاي سون يعني ما في لسه عم نحضر له جايين معلمات من برا يساعدوني في الموضوع عم نشتغل على العرض كبير ان شاء الله رح تحضروي يعني وهو اكتر من لفل في عنا يعني للصغار بنبدأ من اربع سنين او ثلاثة حسب البنت فيه بنات بيكونوا كتير شاطرين فعلاين بتقبلوهم بتشوفوا كيف قدراتهم يعني مرات باخد بنات بحطها في لفل بعد شهر بكشف انه كتير هي اعلى من البنات الثانيين فبقيمة تنتقل على مستوى تاني فيه اكتر طبعا من مستوى وفيه بنات بخلص بتحسي انه هن بدهم بلاي ما بتقدر تخصي بي احد علي يعني فيه اهل مرات بيجيبوا بناتهم عندي ويقولوا لي انه بدنا اياها البلاي وبنتبكي ما بدها طيب ايش اعمل انا بصير انا اخصبها ولا انتي اذا انتي ما حبيتي البلاي ما عمرا يعني راح تحبيه وهون بدي على صيرة اللعيات والغصب وكل هاي التفاصيل يعني شرين انتي عمليا حسب انا شفت بالصور يكون فيه يمكن عشر خمسة عشر طفلة يعني على المستوى الشخصي انتي كيف منتعودة اقلمي وتسيطري عليهم انا لا احب الصغار بسيطر عليهم بالصوف افا يعني اادر تتماشي مع هذا الموضوع لا لا بسيطر عليهم اكتر من اهلهم لا اشوف الحصة بتكون مرات يعني هي ستريكت بياخدوا بتعلموا نفس الوقت انا يعني بامزح معهم بتحك معهم لانه هن يجلين غير جو يعني بعرف انه بديهم حبوا البلاي ما بدي يكرهوا يعني انا تعلمت بديت فيه ستريكت كان كتير بديت اول هقول انه ما بدي يعني كنت اتعلم مع معلمة روسية وكتير ستريكت اصلا ريشن بليك شديدة بكل الحركات فانا انه كان تغصبنا هي على الحركات بس انا برأي انه اذا انتي شديتي حالك انتي بدك تعطي تعطي يعني دون ما حدا يجي يغصبك على حركات جسمك فاش انتي جواكب تعطي يعني هل بعم تحاول كمان تعملي يعني خاصة انك انتي عم اسستي هاي المدرسة الليك هم تحاول تعملي موسيقى مثل خاصة بالمدرسة او لساتك عم تتبعي الموسيقى لكلاسك الموجودة بعالميا هل انا ايش عم بعمل اشي انا كتير حابة زي ما قلت لك بلاي فلسطيني فبما انو ما عندنا بلاي وناس بابتعشوا بلاي بداخل فيها كلاسيكل بلاي اللي هو الطبيعي وبداخل فيها اي اشع فلسطيني يعني شعر محمود درويش دايما عندنا بالستوديو محطوط اي التريو جوبران بحطي لهم الموسيقى هي تعتهم بالشعر تاع محمود درويش فيها ويحاول دائما اخلي البنات يسمعوا اي اشي فلسطيني اي موسيقى اي شاب بحصوه انو او بنت يعني عم برودوس ميوسيقى يعني باخد منهم ومنحط في الاستوديو عنا يعني بحب انو كل شي يكون فلسطيني قد ما اقدر يمكنني من هون بدي اسألك عن فكرة الترويج والقاعدة اللي بتبتيجي على المدرسة اكيد هي مش لسا هذا النوع من الرقص بما انو مش موجود في مدارس فهو لسا مش رقص متواجد بشكل شعبي او اكثر يعني ممكن لسا مقتصر على فئات معينة فهل بتتواجهي او بتفكري قديش مهم الترويج لهذا النوع من الرقص واش تفكيركم في المدرسة بهذا المجال؟ انا لما بلشت يعني احكي عن الموضوع كان انو همي انو يوصل للناس لانو كتير ناس ما كانوا عرفون شو البالي شو البالي رئيس حتى اقرأ امرات ارتكالز تلحك انو مفتح مدرسة بالي في رامالله ينحكى تحت انو يناقصنا انو رئيس انو ينحكوا عليه بطريقة كله نيجاتيف فانا احكي انو مش عارفين اصلا شو هو الرئيس حتى كتير ناس بيقولوا لي بس نتفرج نشوف شو البالي وبعدين بنصدموا انو بيخلوا بناتهم يكملوا فهو كتير رقص راقي وانا كتير حابة يتوصل لكل الفلسطيني يعني مش بس برامالله يوصل لأكتر من بلد كتير حلو يكون موجود في كل المدارس كاكتيفي اصلا موجودة انا عطيت في اكتر مدرسة لانو انا تعلمتني في المدرسة اصلا انا بعت فيها في رهبار ورجعت عليها عطيت سنة بلاي فيها كمان انو كمالت لانو كتير حابة البنات ما يقطعوا ويكملوا فيه فقد ما بقدر يعني هلا عم بحاول حتى اذا في معالمات بيجوا يعطوا للمدارس تاني عم بحاول قد ما اقدر انو نشر البالي يعني انا همي انو هلا انت شرج البالي يعرفوا الناس ايش البالي لانو فن كتير راقي كتير حابة يكون في المجتمع يعني بتمنالك كل التوفيق في هذا المجال ذكرنا وحكينا عن تدريبات اطفال وشوفنا اطفال بس العمر الاكبر يعني الصبايف شؤلهم نصيب في المدرسة؟ نعم طبعا بابدا انا زي ما قلت لكم من سن اربع سنين او لفوق اي بنات بتحب تيجي بتقدر تكمل بلاي ناخد تحصص بلاي كاكسرسايز مش هلا البلاي بتهيقلوا انو يعرضوا بنات بدون هون صغار عشان يعرضوا في اي يقدر جسمهم يستحمل انهم يعرضوا في مسرحيات مسرحيات كبيرة اللي هي ثلاث ساعة فليش منها يقولهم ان هون صغار يبدوا جسمهم يتحمل انو هي قوة التحمل لما تكون البنة اكبر بيكون اصعب عليها وعجسمها انها تتحمل فيمكن يكون تمارين عاديا؟ التمارين فانحنا ايش منعمل اي بنت بتحب تسجل في المدرسة انو بكونوا حابين هون صغار بس ما لقوا مدرسة قبل بس انا اي عمر برأي اي بنت بدها ترقص او شاب بقدروا يرقصوا في اي عمر الرئيس لانه هو روح شو روحك انتي شواكي روح صغيرة شو كان عمري كان شرين في اقبال من الذكور ذكرتي انو في اطفال عم بيجو ذكور مش بس اناث ولا لش مرحلة اصعب هو الصراحة يعني نفسي انا يكون في اولاد لانو البلاء هو عبارة عن شاب وبنتي يكونوا يرقصوا مع بعض يعني في اكتر من وقت بكونوا احكي للبنات انو هون لازم يكون في شاب بس انو بدنا نحاول انو تعتمدوا حالكم هلا لانو ما في اولاد هون لانو بفكروا انو البلاء للبنات بس لانو زهر توتول برأسول بس البلاء هو بده قوة اصلا يعني بده عضلات وهيك فضاني افهمهم انو البلاء بده اصلا للولاد في مصر بتستغربي انو مدارس البلاء اكترها كلها ولاد قليل ليكم بنات بس انا هون عم بحاول انو احكي يجوا لولاد اكتر بس انو انا هلأ مبسوطة انو في بنات كتير عم بيجوا وان شاء الله شوية شوية لقدام ببدا اغير يعني يجوا لولاد وهيك ان شاء الله بكبناء انا دربت اولاد يعني في اكف مخيمات طيفية كتير 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 اكتشفت يعني في لا يأكل للي لا ما بدنا بنا ببكة بس كتير فيا أولاد كتير انو كتير حبيت انو جسمهم كتير للبلايه هون حابين هون ابداهم هناك صور مماطية ومتعارف عليها. كما قلت، يمكن أن يختاروا بلاء لا يذهبون إلى الدبكة. لكن هذا يوجد دور الأهل ودور معرفتنا في التمرين وفي الرقص الذي نمارسه. شرين، لو أريد أن أسألك ذلك، ولكن أنت تتخيل في هذا المجال الخاص بأنه لديك مدرسة، أنت تذهب إلى حصة أو تعطي شيء تطوعي. ما تقول الحلم من البعيد؟ أين تريد أن تصل إلى أو تتمنى أنه في يوم الأيام؟ أنا لست بقى للطريق. في المرة لم أفعل شيء. أنا لست بدأت فيه صغير. بدأت فيه مع بنات صغير. الحلوة في الموضوع أنه يأتي له هذا أهم شيء الآن. أريد أن أكامله، أطور أكثر. الآن أريد أن أقوم بعمل عروض. لكن أنا أبداً لا أستعجلة. أريد أن يكون الأشياء أكثر. أهمني أكثر. أريد أن أذهب إلى الموضوع. أريد أن أستعجلة. لأنني أريد أن أصل إلى شيء كبير. فأريد أن أصل إلى موضوع. وبدأ أريد أن أتوزع في كل فلسطين. ليس فقط في رامالة. أنا رأيته قداماً. أن الناس يعرفون ما يكون البلايسير في الأمام. نخرج إلى فرقة من فلسطين. وعام تعرض بلايسير. هذا جميل. أنا حلمي. أنه يقولون رامالة بلايسير. وتشارك في أشياء دولية. شارك. أكيد. أخيراً، ذكرنا أمتاً. أمتاً للعرض التي ستحدث عن الناس؟ العرض سيكون في شهر 12 أو شهر مؤكد. ولكن أنا أعلن عليه. هناك موضوع على الفيسبوك. رامالة بلايسير. أمتاً. كل شيء ينزل عليها. مبدئياً، نحن بدأت أشتغل مع الأصغار. وبشهر 9 أو شهر يساعدون. فهي فرصة أيضاً لأشخاص الذين يحبون. نعم. أي حداً هلأ أنه بلشنا. تسجيل للفتلة القادمة. طيب، بتمنا لك كل التوفيق أكيد. وإحنا بسعدنا أن يكون معكم وقت العرض. أتخيل أن شرين نموذج الأشخاص تأمن في أشياء هي تحبها. وهذا أهم شيء. إذا نحب الأشيء، أكيد سيكون في مستقبل واستنانا. شكراً كتير إليك. أهلاً. أهلاً لك نهار سعيد. إذن المشاهدين سنذهب إلى فاصل وآخر محطاتنا برنامج. الله سبحكم بالخير. خليكم معنا.